وفي منصات مشاهدين الكرام ستكون لنا جولة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن قبل ذلك سأطلب منك يونس أن تتفضل وتأتي مكاني هذا المقعد المخصص للصحفي والمديع الذي يقدم البرنامج يعني قل ما أمنحه لشخص ولكن أعتقد بأنك تستحق لماذا؟ لأنك ستواصل تلك المسيرة التي بدأتها مريم أمجون وأيضا فاطمة الزهرة أخيار فتستحق أن تسير الحوار في منصات نجول في وسائل التواصل الاجتماعي وغد تابع في الشاشة نبدأ من الصفحة ديالك هذه الحساب خاص ليست صفحة لا تركز على وسائل التواصل الاجتماعي؟ حقيقة لا تركز عليهم بزاق حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي صارت محتلة لعالمنا هذا فلذلك لا أركز عليها كثيرا جيد نشوف بعض المنشورات على قلتها الموجودة في الصفحة ديالك هناك كاتب على ما يناسبك من الكتب من أرواع الروايات العجوز والبحر هذه رواية حديثة قرأتها فأعجبتني وأريد أن أشاركها مع الكل لأنني أريد الكل أن يقرأ وأن يلزحق بالقراءة جميل أستاذ العمراني باختصار تطوع التكنولوجيا المعلومات فيه سلبي وفيه إيجابي ولكن اليوم نشوف تلك كتب الروايات التي تترجم في دور مشرقية في لبنان في مصر في الأردن في غيرها لقاب بداية باللغة العربية في الصحاف والإنترنت وهذا كي سهل ربما الإطلاع عليها من الطلب بالفعل لأن مسألة الكتاب في المغرب الكتاب في المغرب صعب أن تصل إليه خاصة إذا كنت في الهامش في العالم العربي كامل نعم في العالم العربي كامل بل نعم 21 ألف عربي لكل كتاب حصائيات 2017 ست أسطر كي يقرأ العربي في السنة يعني في الحقيقة أنا قد لا أتفق مع هذه الحصائيات لا هو وسط حسابي يعني كيأخذوا مجموع السكان شحال 230 مليون عربي كان في هذا كيأخذوهم وكيقسموا حسب استطلاعات للرأي فيأتي هذا النسب يا بالصح وأما منطف القاري 50 كتاب غير مصابقة هي نسب غير قابلة لأن تكون حقيقية شخصيا أنا أقول هذا لأن المغرب الآن أضحوا يقرؤون هناك جمعات في سبوكية كثيرة لتقاسم الكتب يتبادلونها لتبادلون الكتب إذن الكتاب الورقي كما قلنا هو صعب يعني صعب أن يحصل عليه الإنسان خاصة في الظروف المادية أو لإكرهات البواد لغير ذلك نسبتي للكتاب الإلكتروني هو وسيلة مهمة يمكن أيضا طبع الكتاب الإلكتروني أكيد نسخه وتوزيعه سوف نشوف أيضا منشورات اللي باقية هنا منشور الخاص بمرورك ببرنامج كتاب قريتو بثقاوي حماس يحدث نطف اليونس من مريرت عن كتاب مزرعة الحيوان لماذا اخترتي هذه القطة والفراشة وهذا المنظر الجميل في مريرت في الحقيقة هذه الصورة تدعو لي تسامح فإذا رأينا مش غير شيء تحطيتها تعرفها من وراءها أكيد مقصد أنت مش إنسان عشوائي ما كتدير شيء حاجة إلا وإلها معنا أظن هل فيكم رأى أحد أن فراشة تقف على لا يمكن لأن القطة سيطاردها لأنه لن يدعها فلذلك هذه الصورة تجسد أن القطة لازل هادئة رغم أن الفراشة تقترب منه نعم تدعو لي السلام وتدعو لي التسامح والتعايش ولذلك علينا أن نتحلى بهذه القيمة صفق عليه لا لا صفق عليه هذا جزء آخر من الإبهار يعني اللي كي نعلم أن حتى الصورة اللي وضعها في بروفايل ديالو لم تكن عبثا واعتباطا برافو غنشوف نرجعوا دابل التعليقات اللي تحدثت عنك الله يحفظوا لهذه الولايات إن شاء الله يتوفق في مسيرته الدراسية خاصة تكون التفاتة لهذه الفئة طارق تبارك الله الله يرحم من ربك وقراك أمين بالتوفيق أخويا الله يسهل عليك ممتاز شرف للمغرب العميق يقول أزيز زياد ما شاء الله عليك إلى غير ذلك ونوال تتساءل كيف يمكن أن تشارك في البرنامج محمد فصاحته أجمل وأفضل وأرزن إلى غير ذلك تبارك الله عليه وخاء الخلعاء إنما مستواه ممتاز كنت لم أشعر بأنك كنت مخلوع واحد قال لك قرأت الكتاب بلغة إنجليزية وفهمت فحوه ولكن هذا الطفل دلني على خصائص أخرى تشعر يعني أنه هناك تردد ربما أمام الكاميرا أنا لم ألاحظها اليوم وجدتك تلقائي وجدتك عفوي في الحقيقات في المقابلات الأولى كانوا بعد توطر تجربة أولى تجربة أولى أمام الكاميرا إذا أردنا منك تقييم لحلقة اليوم التي شارفت على انتهاء أجد نفسي وسط أحضان المغرب لماذا علي أن أخاف؟ فهذا وطني الحبيب وعلي أن أعيش فيه بحرية زميل زدان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر